بسم الله الرحمن الرحيم هي البيبر النهاردة اللي أنا مفروض هقدمها لكم بيبر سهلة جدا هي مجرد مجرد تجميع وإحنا اتفقنا النقضة من البيبر لو أنتم فاكرين في الأول قلنا أن البيبر عندنا ثلاث أنواع فالنقضة من البيبر حتى لو أنت ما قررت لبيبر مفروض من مذاكرتك في الجنرال راديولي اللي تبقى قادر تقول وحكيت لك أنا القصة قبل كده لما تسأل سؤال في بيبر أنت ما ذكرتك ما دورت يحصل هتقول إيه هتعمل دماغك هترتب دماغك إزاي هتلاقي نفسك بتقول كلام حلو جدا والمهم يكون صحة حتى لو مش ماشي بنفس ترتيب اللي بيبر هي البيبر النهاردة هو المثل بيقول أن العين بتفضح الحاجات اللي الواحد بيخبيها ما فيه؟ فيه كلمة سيدنا علي لأ بس دي ما فيهش فيها العين خالص طيب لكن احنا النهاردة هنقول إيه؟ العين بتفضح اللي الجنز اللي موجودة في الله فهي البيبر بمساطر بتتكلم على اللي ليها أفثالمك وصراسك طبعا هم من دقيقين قوي اللي أصرد في القصة دي لأن من كل الدس أورزر دي بيباليها أفثالمك أوقات اللي هي مقصودة أوربيتال مش بالضرورة أفثالمك ومن رغم من كده مالي الحاجة التانية إنه هي في البيبر دي فيه جزء منها بيور أفثالمولوجي يعني بيتكرموا على حاجات اللي هي علاقة بالكلينيكال إجزامينيشن بتاع الأول أنا بصراحة يعني إيه؟ جنبت دي شوية أنا التزمت بالأيتمز اللي موجودة في البيبر ما زودتش عني حاجة خالص وأنا حتى كلام سيوريتيكل لكن زودت بس في الصور علشان نوضح النظام إحنا قبل ما نشوف هم قالوا إيه الأوسرز الأزام دول قالوا إيه أنا لو فجأت ببيبر زي دي وأنا ما ذكرتها شهفكر إزاي هفكر بطريقة كونجينتال تروماتيك انفلاماتريني بلاستيك مسيليني والمسيليني يزدول متابوليك وفاسكولارا إيه الكونجينتال اللي بيجي في العين ويجي في الشيست في الأوربت والشيست خلينا نقولها كده بعد شوية إيه الترومة اللي تيجي في الأوربت وتيجي في الشيست يعني القصد اللي أنا عايزة أقوله إنه إيه لو أنت مش مذكر هذي البيبر وسؤلت فيها سوى في الريتن سوى في الأوران مفروض أن أنت تقدر تتكلم وتتكلم كويس جدا ما تتخضش من السؤال أي تجمئة الحاجات اللي بتيجي فين وفين لو فكرنا بهذه الطريقة هنلقها جميل إنما هم الأوسر دولة فكروا زي أستمول ليدنز انفيشن انفلاميشن أوتوميون نيوبلاستيك ليناتيك هناخدهم هناخد الطريقة اللي إحنا هنبرزنت بيها القصة دي زي هناخد كل ديزيز من دول ونتكلم فيهم على هواية الدزيز ديفنيشن سريع للدزيز والكلينيكل بتاعه وبعدين إيه المانفستيشن بتاعته في الشيست وبعدين إيه المانفستيشن بتاعته في الأوربت تمام هنبتدي بالإنفستيشن هما هما ديزكاسين تلاتة من ضلهم التي بي وده أنا استغربته لأنه أكيد التي بي بييجي في اللونج وبييجي في الأوربت بييجي في كل حال بس هما الديسكاسين بتاعهم كان في الفانجل الأسبريليلوس والنو كارديوز والكوفيد 19 بالنسبة للأسبريليلوس ده دي كومن فانجل إنفستيشن بييجي بكلاسيك ترياد كلينيكال بيفر وشست وشستبين وهما بتسس أنا عيان بيجي بحرارته عالية وعنده خستبين وعنده هموتسس لازم تحطه في الدفرينشل بتاعك الفانجل إنفستيشن في الإكسستيشن هنلقى سوليتري أو مانطبل نوديولز بقى وقونا وقونا وعوقات بتلقى حاجات شبه الإنفاركشن يعني في السيتي فيه وفيه وفيه حاجات معينة إحنا مما نشوفها نقول إن دي مصطل فانجل فيكشن بنلقى نديول الوباسيتي وحواليها المنظر إحنا شايفينه ده وحواليها الهينو صين الهينو صين دي من الحاجات اللي تقول لنا إن دي مصطلي دي فانجل فانجل فيكشن نلقى صوليد نديول وحواليها جراوند جلاس. الجراوند جلاس ده سببه ايه? سببه الانجيو انفيزيجا. سببه الهيمرج عشان منكروزز في الفيزيز. معنى كده ان احنا في مرحلة الانجيو انفيزي. اللي فيه? طيب. الهيلو ساين دي تبقى موجودة في الاول. لو لقيت عيان وانا بفلق اب كان عنده هيلو ساين والهيلو ساين دي اختفق. امبسط ولا ازعل? ازعل طبعا. على عكس ما احنا ممكن نتخيل. لا الهيلو ساين تبقى موجودة في الاول. ولما العيان بي بروغريس الهيلو ساين دي بتروي. طيب. بعد كده. في عندنا دي المايسوتومة. اول ما بنشوف المايسوتومة دي اللي هي كافتي وفيها صولد انترا كافيتا ليه صولد نديول. واحدة من اهم الديفرينتشال دياجنوزيس هي والفانجر. الديفرينتشال التاني الماليجنزي. ما في? بيسموها بقى المايسوتومة او الاير كريسنت ساين. بتيجي في ستين في اللي هي من الانفكشن بعد اسبوعين. ده معناه حلو. يعني الكافيتينشان في النيديول بتاعة الفانجر دي معناه حلو. معناه انه العيان بيرزبوند انه بدأ يحصلوا ريكارانس. ما في? وكافتي وجواها وجواها نديول. وبعد كده تيبيكالي ده بيهيلد قط بيروق خالص وببقى مكانه سكار او زي ما احنا بنقول ايه? ايه اتليكتاتيج مال. مالي? طيب. ده بالنسبة للشست. بالنسبة للأوربيت اللي بيحصل ايه بقى لما يحصل عندنا فانجر الانفكشن في الأوربيت. هو غالبا يبقى معاه كمان في البرانيزل ساينس يعني بقى البرانيزل ساينس وليها أوربيتال اكستين لك. لكن ميبينه هو يبقى في الأوربيت لوحده طبعا ممكن. بس الاكتر انه يبقى برا نيزل ومعاه أوربيتال. بيجيب بعد كده بنلقى ايه ممكن نوصل لمرحلة الفيدوى النصف. لو لو الابتك نيرف بقى افكتد. احنا بنشوف ايه طبعا احنا عارفين الفانجر في البرانيزل ساينس مش هنحكي فيه كتير. ممكن يبا جاست لكن ممكن يكون فيه هايبردينس كونتينت عشان بتاعت الفانجر ممكن يعمل ديستراكشن او قروجا في البوني باوندرز بتاعت الساينسز ويبدأ بقى اكستين للأورال كافيت ممكن انترا كرينيا لممكن وانترا أوربيتال طبعا. مخي? ولما يدخل انترا أوربيتال ممكن يبقى بس لاست اكسترا كونتل ممكن يدخل انترا كونتل ويبدأ يوصل لمرحلة انه يعمل ايه زي كده اوربيتال ويوصل مهم جدا جدا زي ما احنا اتفقنا قبل كده قبل ما يكون فيه انترا أوربيتال اكستينشل اهم حاجة اقول علاقته ايه بالاوبتك نيرف هل الاوبتك نيرف ده بقى 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 انفولفد ولا لا او بقى اتريسك ولا لا ده ده مهم جدا عشان خاطر ايه انه العيان كده بقى اتريسك انه هو يحصل له ده ده الفونجل طبعا انتو عارفين في في الامار الفونجل السجنال بتاعته في تيتو بتبقى لوتواي فدي برضه من حاجات المميزة اللي احنا نعرفها في الفونجل بقى انواع الفونجل بقى مثل الاسبجاجر لازباس والميكورو ميكوزيس والكانديدييزيس كل ده برضه بينطبق عليه تقريبا نفس الكلام واحنا راديولوجيكلي ما بنقدرش نفرق قوي بينهم جهاز الكانديدييزيس ببنيها مناظر معينة يعني في البرين وفي الليفر وكده الفونجل من حاجات اللي لو عيانهم ينكمبروميزوا بقى في فونجل لازب نسكرين يعني الكلينيسة اللي بيبقى عارفين هو عاوز يسكرين انهي بارت من الجسم طيب ممكن بقى يحصل فيه زي زي الحنة دي وفكرة ان الفونجل بتبقى له سيجنال في التيتو لازم ناخد بالنا منه فلما يبقى فيه اوربيتال اكستنشن انتراك من الاكستنشن ياخد الاوربيتال ايبكس وبالتاني يبدأ يقصر لي على النوربس اللي معدية في الثلاثة واربعة وستة اللي بيعدوا في المنطقة دي وخاصة لو دخل عند الكافرنت والباراسيلا الريجون بهذا الشكل ويبدأ يعمل الاوكلار موتيليتي يبقى فيها مشكل يبقى اذا احنا بنحكي فيه بنحكي في اللي بتااخد الاوربيت والشست اول حاجة الانفكسن واول حاجة بنتكلم في الفونجل اول اسبراج KPJ ثاني حاجة النوكارديزيز هي بعده من الحاجات الأبسكارنسية اللي بتاكت في العينين بارده للأفاديلوب بروان بيجهنك العين بباغان أبايير مستمار ومصار قف وهيديك وسيزرز حتى وسكيل عفاديوح حاجة تهوية عنيفة طيب عاملنا X-ray هلقى إيه? Consolidation, Opacity and Multiple Nudules أنا أحب أبشركم إن المحاضرة كلها في 3X-ray بنلقى إيه؟ بنلقى Consolidation, Opacity and Long Nudules أوقات ال Distribution بيقول لنا شمات حاجات في بعض diseases هنقول إن فيه لكن X-ray زي ما أنت شايفين قول مصطلالة بصفة طيب نيجي للC-T بنلقى Multiple Nudules و Consolidation ملتفوكل كده من أطورين في اللونج كلها يحصل Cavitation؟ آه بس أقل من 30% من الحلال ما فيه؟ ونلقى زي ما اتفقنا Nudules يعني مش بس Consolidation نلقى Nudules في بعض منهم ياخد Consolidation فيه هنا حاجة مهمة إنه يحصل Endobronchialisbred فيعمل 3 and bad appearance المور إكستنسف بقى عن كده إنه يحصل إيه؟ يحصل Trist-Wool Invasion فلما يحصل Trist-Wool Invasion زي ده والربس هنا أفكتد والخست-Wool بقى أفكتد ويعمل في البلورا يعمل إمباييمة النسيستانس دي فيدينا منظر أجريسيف شوية ما فيه؟ فدي من الحاجات المهمة في النوقر دي أساسي طيب ده بالنسبة للخست بالنسبة للأي أو الأوربت اللي يحصل إيه؟ دي بيجي مع العينين اللي بيستخدموا ال contact lens ما فيه؟ أو بعد الكاتراكت سيرجري إيش معنى الكاتراكت بزدات؟ I don't know بس هما الزمنة اللي موجودين في البيبر هما قالوا كده بيجي في العينين اللي بعد الكاتراكت سيرجري أو التروب بيلقى إيه بقى؟ بيلقى عنده كريتايتس ماشي؟ في الإجزاميناتش اللي يلقى عنده كريتايتس وريد آي وديست شارل وإيه وحاجات زي كده طيب نيجي إحنا بقى لو عملنا للأيان ده أم أور هنلقيها نلقى بري أوربتال سولولايات بري سيبتال سولولايات كمان ممكن نلقى يوصل لأنه يكون فيه أبسيسيز وأبسيسيز تبقى كتيرة وتاخد الريترو حتى أكلر يعني فيه سور محطوطة عنيفة جداً أقول ما تخفها تقول ماليجلنس على طب طيب لكن ممكن كمان يبقى حاجات بسيطة زي هل إحنا من الإم أوربت دي لوحدة ونقدر نقول إن دينوكورتيزيز أكيد لا إحنا في الحالات اللي زي دي أخرنا نقول إن فيه إيه في الحالات اللي زي دي بيبقى فيه ويبقى فيها إيه أبنورمال إنهانسيز نيجي بالإنفكرة الرقم 3 اللي هو الكوفيد الكوفيد كلنا عارفينه اللي هو بالصارس كوفيد 2 طبعاً إحنا كلنا عارفينه بقى وإيه خطلناه بحسن طول الفترة اللي فاتت بيجي بقى كيوت ريسبيرات ريديستريس سندروم قاف وصور سلوت ونزل كونجشن وحاجات بقى جي آي زي دي ديرية وإنكفالوباسي وممكن نوصل ريسبيرات رفيليار وحاجات أعلى فممكن كلنا عارفين إن الكيست إكسرين ممكن يبقى نورمال تماماً ممكن يبقى جراوند جلاس أوباسيتز ويبقى ليها من البريفرال ولوارزون في الديستروبيوشن بتاعها السيتي اللي احنا أكيد كلنا عد علينا سيتي بتاع كوفيد بايلاترال جراوند جلاس باتلز في الديستروبيوشن بتاعها مور بريفرال ممكن بعد كده يبقى يبقى فيكم صليديشن ممكن بعد كده مورجانايزنج نومونيا أو إنترالوبر سيبتل سيكننج وهكذا لكن المميز في الكوفيد هو على الأقل في المراحل الأولانية طيب الكوفيد يعمل إيه في الأوربت أو في الأي يعمل كونجاكتاباتس من اللي يعمل كونجاكتاباتس؟ دراي آي وريدلس طيب أنا حشوف أنا إيه بقى في الإمدل ممكن نفس قصة الإيه اللي احنا حاكينا عليها الإنوفصالمايتس في الإسكليرا وفيها أبنورمال إيه اللي يبقى برايت وأبنورمال إنهانسمنت في البسطة كده ممكن كمان إنت عارفيني الكوفيد بيعمل نيورايتس من الحاجات وأنا حشوفت عين كان عنده أكلوموتور نيورايتس بعد الكوفيد فيعمل كمان أوبتك نيورايتس يعمل كمان أوبتك نيورايتس يبقى إذن إحنا خلصنا أول جروب من اللي اللي هما الانفكتل فانجل نوكاردييزيس وبعد كده الكوفيد طيب الانفكتل مهمين قوي الساركويدوزيس والأي اللي ليفو الساركويدوزيس ده سيستيميك ديزيز بيجي أكتر في الفيميل أكتر شوية في الفيميل من أكلين لأربعين سنة بس بالمناسبة ممكن تشخص ساركويدوزيس في عين عن ستين سنة لو انت شايفه لو انت شايفه تيبك بس هو الكومن إيد لبرزنتيشن بتاع من أكلين لأربعين بيجي في الشيست بإيه بكاف ودسنيا شايفين كده البرزنتيشن النهانس بسيشك بيجي مع حاجات كتير زيبان طبعا كلنا عارفين الساركويد الانفلود بريزنتيشن ولونج بريزنتيشن الانفلود بيبقى بتبقى مصد الكالسيفين والكالسيفيشن بتاعتها بتبقى بكورن بيلاترال هايلر وي رايت برا تراكيا دي من الاي من من حاجات اللي مميزة شوية للساركويدوزيس البرين كمال بقى وتبقى منلي في القبر اللي تعرفين اللونج بريزنتيشن بتاعت الساركويد ماشي؟ من الستيدي الاولاني اللي هو تقريبا مفوش حاجة لحد ما بنوصل للفيدروزيس في الاخر في السيدي بنلقى ايه؟ بنلقى في الديستروبيوشن بتاعه منلي في القبر ماشي؟ في الشيست في البرين كمال لونج ديزيز ده الديستروبيوشن بتاع الديزيز بيجي فان هي حتة في اللونج من اللقات المهمة جدا وابتبقى اوقات هي الديفرانشيتنج عندنا في حاجة مهمة في الساركويد ان الديوز بتاعتها بيرلينفاتيج فانا بشوفها على البلورالسيرفس بهذا الشكل يعني لو انتوا ده المنظر ده مميز للساركويد للساركويدوز سييجي على البلورالسيرفس وعلى فترة يبقى فيه الديولارتي بهذا الشكل ممكن تكون الديولارتي صغيرة كده وممكن تكون كتيرة ووغضة اللونج كلها وممكن حتى تعمل زي ماسيز ماشي والماسيز كده وحواليها الديولز بيسموها جالاكسي صاين الجالاكسي ده معرفلي في الاخر بقى يحصل فيبروزز والفايبروزز ده زي ما اتفقنا الديستروبيشن هنا الابرلوب اكتر ويجي معاه برونكوكتسز ويجي معاه هايلر ريتراكشن بهذا الشكل يبقى اذا فيبروزز من اللي في الابرلوب معاه برونكوكتسز وهايلر ريتراكشن والانفلوز زي ما احنا مختفقين المنظر اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الاكهل او البوب كورل كالسيفيكي الساركويد لما تيجي في الاي بلوب تعمل ايه تعمل تعمل بين من الانتيرول البستيريور يوفييتس دي من الحاجات المهمة لو خادت البستيريور تعمل ماشي دي من الحاجات الخطوة طب انا بشوف ايه بشوف انوفس المايتس الاسكليرا سيكن وانهانسد وزي ما نفايفين كده الفات اللي حوانيها ماشي فدي لما احنا بنشوفها بنقول عليها انوفس المايتس طب غير اليوفييتس دي بيتعمل ايه تاني الساركويد واحد من اسباب هي الساركويدوز فمهم جدا لما يجي لعيان ممكن يكون لوحده كده ممكن يكون ممكن يكون ان الساركويدوزات في البيتسي تي بياخد ابتيك حتى اللوين فينوز بتاعة الشيستو كده في الساركويدو في البتسي تي بياخد ابتيك والسجنال بتاعتو عشان ديجرا ليلومة في التيتو السجنال بتبقى لو سجنال شواء الحاجة اللي بعد كده ممكن يجي بيها اساركويدو يجي باوتικنيورايتس كإنهانسمنت وسيكننج في الاوتكنيرو يبقى اذا ده المنظر اهو كمان الساركويدو يجي بايه ينفلتريت الاكسرا اوكلار مصر ما دي ينفلتريت الاكسرا اوكلار مصر دي واحدة من الازباب الانكمل للي احنا دايما نقول السودو تيومر والجريفز اللي هي السيروين لكن كمان الساركويد من الحاجات اللي تنفلتريت المصر يبقى اذا يعمل يوغييتس يعمل والحاجة الرابعة هي الاكسرا اوكلار مصر ودي تجميع للقصة وهي من اللي هنا الساركويد واخد المصر يعني دي حالة من الامريكان سوسات من اللي واخد المصر حتى واخد كمان جزء من الاي في الانفلاماتري الديزيز التاني هو وهو اسمه فكل حاجة فيها تكون اربعة هو ده تقريبا ما فيش حتى في الجسم مش هتلقالها بريزنتيشن في الآي جي فور ريتي الدزيز ده ماشي؟ بانفلتريتت بايه بقى؟ ببلازمسان العيان بييجي بفاتيج ويتلوس وهيدك وشورتنسو بريسنج وموكن بولدينج للآي طبعا هنتلوه دلوقتي مناظر رهيبة في اللونج الكلام فيها كتير شور لما الآيجي ليه فور ده ييجي في الشيست ممكن يقفقتها أربعة أربعة بما انه فور فيقفقتها أربعة أماكن اللونج والإيروي واللمفنود والفيزيز في اللونج بييجي باربع باربع بطل الأولاني صولد نيديولر أوباسيتي زي ده كده أول ما هنتلوه ده هنقول عليه تيومر على دول ما فيه؟ التاني ملتبل جروند جلاس نيديولز أو أوباسيتس سيكننج في البرونكوفاسكولار بندلز ديفيوز جروند جلاس فيلنج ومعاها هنيكمبنج أو تراكشنان برونكوكتس الأورجنيزين جنمونيا بطل نديق ممكن تحصل في بعض الحالات يبقى بريفرال وبادشي بري برونكوفاسكولار كونسوليديش معاها جروند جلاس زي كده أو ممكن ما يكونش محا يبقى الآية ليفور لما يجي في اللنج يجي في أربعة بطل نوديلر، انترستيشن، بريفاسكولار بطل والبطل الأخراني اللي هو الجروند جلاس ده بالنسبة لللنج بالنسبة للمدياستانل والهايلار لينفنود يجي كده مدياستانل والهايلار لينفنود ممكن يكونوا ديسكرت لكن ممكن يعملوا إيه؟ يعملوا فيبروزنج مدياستانا سايتس دي صوفتي تيليوز في المدياستانل إنكيسينج لستراكشورز كلها وممكن حتى كمان يعمل فيبدأ يعمل مشاكل كبيرة زي ما انت في فين كده دي فيبروزنج مدياستانا سايتس ماشي؟ لما تعمل الكلام ده بيت سيتين ياخد أبتيك دي واحدة من البرزنتيشن بتاعة الإيهليشوفور ديزيز هيبقى فيه ثيكننج في البرونكوفاسكولار ماركين وممكن السنترال إيروي يحصل فيه نارو ماشي؟ الحاجة الأخيرة هنا الفاسكولايتس ياخد الأورتة والكوروناري يعمل فيهم إيه؟ يعمل ميورال سيكنيج دي زي كده أنيوريزمال ديلاتيجا وفي ميورال سيكنيج واضح جدا في الكوروناري الريزيز وفي السيكنيج وفي الأورتة ما فيه؟ وممكن بعد شوية بقى يعمل اليومنا وزي كده أنيوريزمال ديلاتيج يبقى كل هزيه المناظر بتاعة الفاسكولايتس بتاعة حتى في الأورتة بتاع الأبدومنال الأورتة هو بياخد كل الجزء طبعاً إحنا بنقول الحاجات بتاعة الديزيز اللي في الشيست والأوربت بس لكن أغلب الديزيز دي لها في بقية الجسم لما نيجي للأوربت اللاكريمال جليند والإكسترا أكل المسل يحصل فيهم هنا الإكسترا أكل المسل اللي بيحبها اللاترال ريكتس ما فيه؟ ممكن يبقى اللاترال ريكتس لوحدها كده فده شايفين؟ ممكن الأمور وصلة لهذه الدرجة ياخد كل الإكسترا أكل المسل فيها من الحاجات اللطيفة أنه يحب ياخد النيربز ويحب بزياد ياخد الإنفرا أوربتال نيرب زي الحالات اللي هنا كده زي الحالة دي الإنفرا أوربتال نيرب سيكند وإنهانسد شايفين الإنفرا أوربتال نيرب سيكند وإنهانسد دي واحدة من الحاجات بتاعت فإزا إحنا بنتكلم في الديزيزيز اللي بتاخد الخيست والأوربت خلصنا الإنفتخن وإنفتخن هنبتدي في القوتوميون اللي هو الجريفز والسكلورو ديرميا والجوجرون الجريفز كلنا عارفينه أوربتال نيرب أوربتال نيرب في الفيمية الأكتر من الميل في الميدل إيجز بيجي بحاجات بتاعت الهايبر سيروديزم في الحلقة للسيرويد ما إحنا إما بنصور الستي الحلقة للسيرويد ديفيوز لإنارلد وهومورجنس بهذا الشكل من الحاجات المهمة إن السيامي الجلد فيها سيرو تروبيل ريسيبتور ففي العيانين بتاعت جريفز ديزيز بيحصل السيامي هيبر بليزي ما فيه والسيامي هيبر بليزي دي بنلقها صفتي تيشو إنها برامدل أو تريانجولر في الأنتيريور ومهم جدا إن إحنا نعرف إنه بالإنم آر بالإن فيز والأوتوفيز بنقدر نفرح اللارلد سيامي جلاند من التيومر إن دي بيحصل لها دروب آوت في الآوتوفيز في السيرويد كلنا طبعا عارفين الأفكشن بتاع السيرويد آي ديزيز بتاخد من الإكسترا أوكلار موسلز وبدي بتأفكت ببتل المعين اللي هو الإيمسلوب الانفيريور ريكتوس وبعد كده الميديل والسيبيريور وفي الآخر اللاترل والسيرويد ما تاخد اللاترل لوحدها وبعد كده بيحصل إن المسل بلي هي اللي بتبقى التندونز على الناحيتين فتدي منظر إزازة الكوكاكولا اللي إحنا كلنا عارفين هزي القصة لما نيجي في التيتو بنلقى أشوال موسلز في الأكتف انفلاميشن في الفيز بتاع الأكتف انفلاميشن يبقى فيها هايبر انتنسي تيتو سيجنال وفيها إنهانسي نيجي الأوتو أميون ديزيز تاني هو الاسكلورو ديرمي أو السيستيميك سكلوروزيز ده في البادي كله ويحصل وهايبرو داكشن أوف الإكسرا سيليولار ماتريكس كومبون السيستيميك سكلوروزيز داي كل الأغلب الأوتو أميون في ميد الإيد في ميد يجيب بسكين طايتنس وهارت بيرنا وجونت بيم وده بتاعه بيدوره على أنتنيوكلر أنتبادي في البلاد لما لجن الكست ممكن يكون نورمر تماما أو بلمونار فيبروزيز هنا الفيبروزيز بتاعها في اللوارلوب بييجي في السيتي عندنا عندنا تو باترن وهم مين اللي هم النون سبيسيفيك انترستيشيال نيمونيا والباترن الثاني النون سبيسيفيك انترستيشيال نيمونيا دي بيقبري برونكوفاسكولار لوارلوب يبا هنا مهم جدا أننا نعرف فكرة الوارلوب جراوند جلاس وريتيكولار ماركينج وارتكيكولار دستورتان وطركشن برونكويتسيز في حاجة فيه صاين مهمة في الكرونر اسمها الستريت ادل صاين على وصفهم يعني بتوع الشيست لشانه خالص انه بيبقى بيقشار بين النورمال والأبنورم على اعتبار ان ده الأبنورمال وده النورم ماشي الفاترن التاني هو اليوجوال انترستيشيال نيمونيا او الورجانايزين نيمونيا ماشي ده ممكن يحصل بس ليس كومون زين النورم سبيسيفيك انترستيشيال نيمونيا الاسكيلورودرميا مهم جدا نعرف انها بيجي معها بلمونيا بتاعها بلمونيا 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 بيبقى و اكبر من في حاجة اسمها الكارينة ان الراية بلمونيا ده يعدي طيب يعدي بتاع الكارينة ماشي بعد كده بقيت الحاجات بقى بتاعت البلمونيا هي المزايك بتاعت جوه اللونج نفسها في اللونج برينكما ممكن يبقى معاها مدياستانا لينفينود افتو ستين في المية من الحالات طبعا الاسكيلورودرميا كلنا عارفين الاسكيلورودرميا في حوالي تسعين في المية وبعد كده ممكن يعمل معاها مهمة خاصة فمهم في الحالات اللي زادي لو بصينا كويس على الجزء الشلدر اللي متصور ممكن يفرام طب في الكارديا يجي يعمل كارديا كفايبروزز وكارديا كفايبروزز ده في الامر بيعمل دليل انهانس لما نيجي للأور للأوربتال أو الأوكلر افكشن مال سبسي ادي ما قول لار زي زي ما انت خايفين كده العين بيجي بدراي اي وكون دكتافايتس لما نيجي في الامر هنلقى المسل دي فيها فيها في حاجة بقى بايزاوي دي برا برا نتقل لبيبر يعني بس هي في البرين وفي الأوربت اسمها لينير سوري في البرين وفي الاسكالب اسمها لينير سكليورو درمية انكبدة سبار معرفت انا بانت ادى صح ولا لان ده فرنساوي فاللي بيحصل ايه بيحصل انه في دفكت في الاسكالب ماشي وكتير يبقى تحتهم كمان الجزء ده ماشي والعينين دول بيبريزنت بابليبس الاسكالورو درمية دي ليها منظر في الكلينيكال بتاع الاي البيوب اللي بيبقى فيها حاجة مفروض مميزة عندهم الاسكالب بيبقى في دفكت وانظر الاسكالب ده بيبقى في جلاوزيس في البرين والعينين دول يقولنا دي بس باي زوية حاجة مفروض نكون عارضة الاوتو اميون ديزيز اللي بعد كده هو ده اميون من اللي اللي هو اللي برضو في في ميل ميد اليد بيجي ب دراي ماوس و دراي آر مالي في اللونج يجي بال انترستيش النومونيا او اللين فوساتيك انترستيش النومون بيجي بجراون دجلاس فيلنج الدستربيوشن بتاعه مالي في اللوار لون بيوصل في الاخر يبقى اللي هو الكريزي بيفينج البيرانس اللي موجود ده طيب ممكن كمان يكون معايا ماشي ممكن يكون في الججرون ده يكون معايا بري 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 فاسكولر سيستي ك الججرون حاجة من الحاجات المهمة جدا انه ممكن يقلب بمالت لمفوم سوى في الشيست يعني سوى في الأوربت الججرون بيجي ازاي في الأوربت بال وبعد شوية كمان ممكن يحصل فيها بيحصل فيها في الفلير في الثيتو والفلير في الآخر ممكن يحصل فيها عضر يبقى ازاي احنا حكينا في الانفكشل والانفلاميشل والاوتوميون في الجريفز والسكيلورديرميا والجو اللي تيجي في الشيست والأوربت هو الميلانومة تيجي في الأوربت أو البرونكوينيك في الأوربت أو النفومة تاخد المهمة الاثنين سهلة الحقيقة الميلانومة في الميل أكتر من في ميل انتوا عارفين في اللونج هيجي الميلانومة من الحاجات بتدي في حيثات غريبة في 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 الهارت وطبعا تيجي في اللونج عادي خاص في في الميلانوتك ميلانومة بتبقى هايبر في T1 وهايبو في T2 ومهمتنا احنا نحن نقول بتاعها على نير وصوب رسلر وهكذا وهكذا في C2 بتبقى هايبر اللينفومة ده مالجنانت مالجنانت ترانسفروميشن في البيئة أو T-cells وليها رسك فاكتورز كتيرة في اللونج هتيجي ازاي في الشيست هتيجي ازاي من اللينفنود واحنا عارفين اللينفنودز بتاعة اللينفومة بتعمل ماتد مع بعضها وبتعمل ماس بتينكيس اللي هو لو عملت إما رحيبها ممكن في البالموناري نفسها البالموناري لينفومة تيجي بماس لايك أو ممكن يبقى بلورا لينفومة ودي من الحاجات المهمة لازم نحطها في بتاع الديفيوز بلورا لسكن في الامر اللينفومة تيجي في الأوربت اللينفومة تيجي في أي حتة من الأوربت في المسلز وفي اللبون وفي الفات وفي النيرف نفسه بتاخد أي من الحاجات المميزة جدا فيها اللينعرفة وفي اللاك المالجنان ده نبيع فيها وده ريفيو في الاسي ار لو الأوربت المنفستي بتاع اللينفوبة ولك في اللونج احنا عارفين البرونكوجينيك كارسينوما تيجي بهذا الشكل اللي هي طبعا أشكال وحاجات للبرونكوجينيك نديول زي ممكن يكون فيها كافيتيشن وهكذا طيب في حاجة بقى مهمة في البرونكوجينيك وليها علاقة بالأوربت اللي هي البانكوستيتيوم تعارفين البانكوستيتيومر بيبقى في الأبر في الابكس بتاع اللونج ويدستراكت العدم اللي جام طيب مكانه ده يخليه يعمل حاجة اسمها بانكوستيسندرون بيعمل شولدربين علشان بتاع الفيرتيبري هنا بيعمل كمان هورنر سندرون والهورنر سندرون ده كله أوربت النوات والميوزس والانهايدروزس علشان واخد السمباتيك ثلاث واعتقد ان احنا في مرة المجموعة اللي فيها تاركنا الهورنر سندرون ده بالتفصيل ودي من الحاجات المهمة اللي لازم نعلم طيب اللونج يعمل أوربت طبعا ممكن يعمل فلبون ومعه صفتيتيتلو كل حاجة وممكن يبقى عزوليت صفتيتيتلو جوه 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 الأوربت في الريترو أوكلر بهذا الشيء مور رير بقى انه بقى انترا أوكلر لكن احنا شفنا قصة الأوربت المتاستيس بهذا الشيء آخر مجموعة من الديزيزة المرفاء والأهلر دونالز والتيوب راسي سكلوروز والن الفو المرفاء ده مين الشخص ده حد يعرف حد يعرف صورة مين دي يا شباب ده إبرغام لو يقال انه كان مرفاء sinndrome من البادي بلت بتاع ده بيبد عينين طوال طوال قوي ده أوتزوم ويبقى لونج بأرم وليج وطو وفينجرز الحاجة المميزة فيه هي الأورتك الأورتك روت الديلاتيشل بيعمل حاجة اسمها بيعمل حاجة اسمها توليب بالب صاين ماشي؟ وده طبعا هاي الرزق ان يحصل منه أورتك دايسيكل المنظر بيبقى بهذا الشكل بالعين طويل والأورتك روت فيه ديلاتيلك اللونج نفسها ممكن يكون فيها بالموناري سيست ويحصلها اسبنتين واسربشر بيبقى فيه كايفسكوليوزيس ويبقى فيه مشاكل كتيرة بقى اللي هي البكتاس إكس كافيتم والبكتاس كرينيتم خلي بقى لك هنا فيه بكتاس إكس كافيتم وفيه دايسيكشن في الأورتك ماشي؟ والمنين وممكن يبقى فيها منين ليسيل وفي الفرتبرة البقى في الآي بيحصل اي؟ بيحصل اكتوبك لينت ماشي؟ مديورة الإكتيزية أروند الأوبتك نير يبقى في الإهلار زي دونالز برضو الإهلار زي دونالز دايجيناتك دزيز بيبقى فيه جوينت هايبر موبيليتي في الشيست بيبقى فيه سيست كليجنز الأبر بتاعهما اللي دونالت في الصورة هي لور لكن هي مفروضة أنه اللي دونالت في الأبر لما السيست دي ترابشر تعمل تعمل نيموسوركس برضو نفس الكلام هنا يعمل تريكو ميجاني وممكن يكون معادة إفراجماتيك هيرل في الفيزلز أنيوريزم ودايسيكشن وراوشار وكيولوجين ده ياخد والميديم سايز في العين نفس الكلام هنا كمان يعمل يستفلوهم من الحاجات بتاعة الإهلار زي دونالز هتعمل استفلوهم التيوبراسيسكلوروزيس أغلبنا وشوفنا مع بعض حالات كتير التيوبراسيسكلوروزيس بييجي في داوتوزوما لدونانت العيان غالبا بييجي بسيزرز وييجي بها مرتومة في كل حتة في اللونج مميز جدا إنه يجي بالسيست كتفيرز دي في اللونج بايلاترال وطبعا لو السيست ترابشر فتعمل مهم مهم الأيتم ده هو المالتي المالتي فوكل مايكرو نوديولار نيوموسايت هايبربيليزي دي واحدة من الهامارتوماز اللي بتيجي من نوديولار ليجينز كده في اللونج مع التيوبراسيسكلوروزيس وقدم بالكه طبعا من الانجومايلايبومة عن ناحية دي في الصغيرين يجي بكاردياك رابضو مايومة وفي الكبار يجي بفات ديبوزد ما فيه في الايجلوب يبقى ريتنال كالسينوزيس والريتنال هامارتوماز مش هنحكي عن البرين هنقول النيوروفايبروماتوزيس وكلنا برضو قطلناه بحسن يجي بنيوروفايبرومة سوى في الشيست سوى في البستيريور ميدياستينام ويعمل الديورال والديورال اكتيزيا النيوروفايبرومات دي ممكن تقلب ماليجننت يعمل منينجوسيل وديورال اكتيزيا وايبكالماسس بهذا الشكل من الحاجات بقى الريب نوتلينج اللي موجودة في اللونج ممكن يكون فيها سيست بس دي ريتس انا لحسنة ما تفتحها في العين يجيب أوبتك نيرف جليوماز والجريتر وينج بتاع لسفنويل بون ابنورمال